خطابات رسمية من النادي الاهلي و ايميلات من الاستاذ خالد مرتاجي او المهندس خالد مرتاجي عضو مجلس دارة النادي الاهلي لنادي نفال البيتغالي عشان صفقة جونيور لان في الحقيقة صفقة جونيور عليها علامات استفهام كثيرة جدا احنا ما عندناش ناقة ولا جمل فيها ولكن احنا بنترح المواضيع عشان تبقى قدام حضاراتكو واضحة وصريحة نفال باع جونيور ب 650 الف يورو تبقى للخطاب اللي طالع من النادي الاهلي الخطاب بيقول عشان بس نشوفه ادي قدام حضاراتكو ده باللغة العربية انما هو بالانجلش بيكلم ان الاهلي يعني 650 الف يورو النادي الاهلي خلاص وافق على انه يدفع 650 الف يورو خلاص للترانسفير هندفع 650 الف يورو لصالح نادي نفال ده غير الفلوس اللي خدها جونيور ويقال انها كانت برضو 650 الف يورو القصة دي في الحقيقة الجوابات وتاريخ الجوابات في حاجة غريبة انا الاول مش عارف هل المهانس خالد مرتاجي كان مفوض من مجلس ادارة النادي الاهلي انا معرفش هل قدم استقالة مكتوبة ولا لا لان في الحقيقة طلع حد على المواقع من وبالذات الستاذ محمود علام مدير النادي قال انه مفيش عن ما جتبناش استقالة والمهانس خالد قال انه قدم استقالة فما نعرفش هو قدم ولا ما قدمش والنهاردة كان في اكتماع مجلس ادارة ما نعرفش حضر ولا ما حضروش يارد محمد كان هناك يقول حضر ولا ما حضرش فالنهاردة رانيا علواني كان عندها انتخابات كانت بتودلي بصوت النادي الاهلي في احد الانتخابات وخالد الدرندالي ايضا كان بيودلي بصوت النادي الاهلي في احد الانتخابات فعدم حضرهم بسبب الخطيب للسفر هو لو ما جاش يبقى يقولنا هو قدم استقالة بالفعل يطلع يقول مش شرط احنا عشان ما نضربش اخمس في ازداز ونبقى عارفين هو اقدم ولا ما اقدمش فدي حاجة الحاجة التانية هل هو كان مفوض من النادي الاهلي يكلم نافال نادي نافال ونادي نافال ده على فكرة في حتة اسمها في جيرا ديفوش في البرتغال يعني ال اه في البرتغال يعني منطقة صغارة جدا جدا ونادي هو حجمه صغار جدا عشان بس حضراتكم تبعارفين ما هواش نادي كبير والترانسفير ده لا يمكن كان يحصل فيه يعني نادي برتغال يشتري اللعيب ده بالقيمة دي استحالة استحالة ولا يدي اللعيب بالقيمة دي اللعيب ده النادي الاهلي حتى اربع شروط في جوابه الرسمي انما عندي ايميل طالع من الايميل الشخصي للمهاندس خالد مرتاجي بيقول ان احنا بص بيقول ايه we are be accept your offer and will revert back to you buy an official letter from the club now we would appreciate if the player can travel today in order to proceed with the necessary medical checkup once the checkup is okay the money will be transferred to your account conditional that we receive the ITC ITC النادي الاهلي قعدوا مع بعض اجتمعوا الا اذا كان لو المهاندس خالد هو مفوض من النادي الاهلي انه يبعت من ايميله الشخصي لنادي نفال ده موضوع تاني لكن احنا بنقول الورق اللي قدامنا انا 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 الورق جالي لكن انا بطرحه ما عنديش اي غرض في طرحه احنا بس بنستفسر ولو حد عايز يرد علينا يرد علينا يعني اذا كان حد بتفرج وعايز يرد اهلا وسهلا انما احنا استفسرات كلنا عندنا علامات استفهام ليه بيتبعت يعني ايميل من ايميل شخصي لعضو مجلس ادارة النادي بالرغم من النادي هيبعت دلوقتي خطاب وبالفعل النادي بعت خطاب بنفس الصيغة قال فيها ايه اللي هو الجواب ده الرسمي ده اللي عليه شعار النادي الاهلي وعليه خط من النادي الاهلي وموقع من محرم الراغد اللي بيقول الاهلي ازي اجري الاهلي خلاص اتبع على 650 نفس الايه الاميل اللي بعته الموانس خالي يعني ارجنتلي we would appreciate if نفس الكلام would appreciate if نفس الكلام اللي في الاميل بتاع يعني خالد عارف النادي الاهلي هيبعت الكلام دوت بعدين طب بعت من عنده ليه هل عشان يباين نواب يتحكم في امور النادي الاهلي كعضو مجلس دارة هل بيباين قوته لنادي نفال هل 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 اسئلة كثيرة جدا يعني يعني مش عارفين يعني مش عارفين كل ده اللي حصل في صفقة للأسف الشديد لم تؤتي سمارها خالص لكرة القدم المصري يعني صفقة ما كانتش بالصفقة اللي 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 الارقام كبيرة تدفع فيها خالص والناس تتكلم عليها وبعدين في الآخر يمشي عشان ما يضرش النهاردة ده ماضي ثلاث سنين ولعيب برازي